موسيقى التاسع عشر من نيسان الجاري سيكون موعداً لسباق قوى الأمن الداخلي للنصف ماراتون للسنة الثامنة والياً تحت عنوان بطولة الشرطة العربية والذي تنظمها المدرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى الصباق سيشهد مشاركة عربية واسعة من الأردن، قطر، ليبيا، الجزائر، السودان، العراق، مصر، اليمن، تونس، ولبنان فما هي أهمية هذا الصباق؟ أهميته كتير كبيرة وعلى عدة مستويات أول شيء الرياضة فيما خاص كوى الأمن الداخلي وبالحياة العسكرية تعتبر شغلة مهمة على المستوى الثاني مثل ما قلت لك أنه نحن في عملية اندماج مع المجتمع المدني وزيادة الثقة المتبادلة بين الرجل الأمن والمواطن وعلى المستوى الثالث عم يكون في حركة عربية وشرطة عربية في حوالي عشر دول أكدوا مشاركتهم المشاركة في هذا الصباق تشمل عدائين من الشرطة العربية إضافة إلى الجيش اللبناني قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، فوج إطفاء بيروت قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، الأندية والاتحادات الرياضية والجامعية وعدائين منفردين محليين ودوليين الصباق بلشنا فيه وتمت الدعوات لألو ورح يكون برعاية معالي وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوع وزير الداخلية والبلديات بالنسبة لتمويل الصباق، أكيد قوى الأمن الداخلي مسؤولي عن هذا الموضوع إنما نحن استعنى ببعض الرعاة الممولين ليكون فيه كمان مشاركة بيننا وبينهم وبالتالي نكون عم نخفف نفاقات عن مؤسس قوى الأمن الداخلي أكثر من ألف ومائتي شخص أكدوا مشاركتهم في هذا الصباق حتى الآن وبإمكان الراغبين في المشاركة التسجيل من خلال الموقع الرسمي للمدرية isf.gov.lb وبشكل مجاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة